يعني من الواضح أنه فيه مزاجية عالية في باب العمود على سبيل المثال يمنعون منهم دون الستين في باب الأصباط يمنعون منهم دون الأربعين يدقيقوا طبعا الشباب كلهم ممنوعين ولكن واضح بأنه موضوع الأعمار الآن يتم اللعب فيه بهذا الشكل الواضح بأنه يعتمد على مزاجية الجنود هناك خشية حقيقة من أن كل ما يجري سوف يكون له تداعياته على الأماكن المقدسة بل على القضية الفلسطينية عموما اليوم أعلنت جمعة النفير هناك الألاف من الفلسطينيين والأردنين على حدود الأردن هناك مظاهرات ضخمة من المقرر أن تنطلق في بغداد في اليمن وفي غيرها من المناطق هناك العديد من الحملات المناصرة التي تثم في العالم العربي وأيضا مظاهرات حتى في أوروبا وإن كانت خجولة لغاية الآن ولكن هذا يشير إلى الصعوبة في مكان الذي وصلنا إليه هذه صورة لباب الساهرة على سبيل المثال باب الساهرة وهذا نفس الباب الذي حدفت فيه عملية أمس وكما تستطيع أن ترى بأن الجنود يقفون يدققون في بعض الهويات أحيانا يمنعون وأحيانا يدخلون ولكن هذا ليس نهاية المطاف هذا فقط هي بوابة البلدة القديمة في القدس هناك بعد أن يدخل الفلسطينيون هناك البوابة الداخلية أي بوابة المسجد نفسه والمسجد الأخصى مع كل ذلك هناك حالة من الخوف عند الناس لأن إطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين في هذه الأيام أصبح سهلا جدا ضغط الزناد أصبح سهلا جدا الانتهاكات بحق الفلسطينيين أصبح سهلا جدا التدقيق في هويات الناس الاعتقالات التي تتتم هناك العشرات من الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم خلال ساعات في مدينة القدس أحيانا بأسباب أحيانا بدون أسباب وهذا أيضا إشارة إلى أن هناك حالة من الخوف والترقب المسجد الأخصى كان عنوان الأسبوع الماضي عندما كان عيد العرش عند اليهود وأنت تتفكر تماما بأنه في حينها كانت الانتهاكات الواضحة على الأماكن المقدسة أذكر مرة أخرى ببيان المخابرات الإسرائيلية والتقارير الأمنية الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية التي كانت تقول أي صورة سوف تخرج من المسجد الأخصى للاعتداء وضرب الناس سوف تؤدي إلى انفجار الموقف هذا ليست المخابرات الفلسطينية أو الأردنية أو المصرية هذه المخابرات الإسرائيلية نفسها التي كانت تحذر من أنه يجب أن يكون لديك ابتعاد عن هذه الأماكن لأنها تستؤدي إلى تأجيج مشاعر المسلمين والعرب والفلسطينيين بطبيعة الحال في اليوم الأخير من عيد العرش بعد أن تم الانتهاكات وتم الضرب وتم الاعتداء اندلعت هذه العملية العسكرية عملية طوفان الأخصى التي نحن الآن في خضم الفصل الأسوأ ولعله الفصل الأسوأ الذي رأيناه لغاية الآن وهو التهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة طيب هل من أعداد حددت قامت قوات الاحتلال أو شرطة الاحتلال بإدخالها؟ يعني عند باب العمود مثلا قيل للناس فقط في عمر الستين مسموح لكم فمن هم دون الستين ذهبوا إلى باب الساهرة سمح عليهم بالدخول إذا كانوا تحت الأربعين ولذلك أقول لك بأن هناك ارتباك في هذه المسألات ومزاجياتها ليس ارتباك ولكن هناك أعتقد مزاجية لأن الأمر الآن مترك إلى الجنود أنتم قرروا ما تريدوا أن تفعلوا يعني في العادة يكون هناك تبليغ واضح من قبل أن نطبس بالشرطة الإسرائيلية كما كان يحدث في السنوات السابقة مثلا دون الأربعين دون الخمسة والثلاثين ممنوع الآن يبدو بأنه لا يوجد هناك قرار معلن وشرطة عموما لم تصدر أي بيان حول تحديد الأعمار ولكن هذا الأمر بات متروكا هناك حكم عسكري للأراضي الفلسطينية في داخل إسرائيل في داخل الضفة الغربية هذا الحكم العسكري عمليا ويترك أي ضابط هو الذي يتحكم بالفلسطينيين الذين يعيشون هذه المأساة الاشتباكات في مدينة القدس لا تتوقف ليليا في كل المناطق اعتداءة المستوطنين لا تتوقف ليليا ضجيج الانفجارات في غزة هو أعلى وضجيج الصواريخ هو أعلى من أن يتم الحديث عن هذه الانتهاكات التي تتم الآن في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة المعلومات التي تصلنا من كافة المحاور الموجودة في الضفة بأنه يوميا أيضا هناك اعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين هنا في مدينة القدس أمس لأينا مجموعة من الشبال المستوطنين في تسجيلات فيديو الذين يقومون برمي مولوتوف على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح يعني تخيل عندما يتم رمي هذه الزجاجة الحارقة في منتصف الليل وطبعا سوف تحتاج الإطفائية برهة من الزمن إلى الوصول بحمد الله لم يحدث مأساة جديدة ولكن حتى لو حدفت مأساة من الذي سوف يتحدث عن هذه المأساة في خضم الآلاف من الشهداء الفلسطينيين في غزة في خضم عشرات آلاف الصواريخ التي يطلقها الجانب الإسرائيلي على غزة هذا هو الخطورة في مكانه نعم أشكرك شكرا جزيلا لك حتى لحظة أحمد البدير مراسل الغد كنت معنا من القدس المحتلة